بعض المقربين من فريق الكرة في نادي الزمالك بيضغطوا جداً على إدارة نادي الزمالك إنهم يرجعوا طارق حامد لصفوف الفريق مرة أخرى طارق عنده الرغبة إنه يرجع بس عايز اللي يخبط عليه الباب يقول له تعالى طارق بيتك ومطرحك نادي الزمالك نادي الزمالك كان زعلان من طارق حامد الفترة الماضية والمشيان والظروف وخلافه الكصة القديمة اللي انتوا عارفينها من السنة اللي فات بس طارق في رأيه برضو المتواضع اللي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ طارق كان من أكتر اللاعبين الرجالة المخلصة مع نادي الزمالك على مدار سنوات طويلة ماضية حتى في السنوات اللي كان الفريق فيها مش في أفضل أحواله كان طارق لوحده في أفضل أحواله دايما كان بيديه دايما كان راجل ودايما كان مخلص جدا للفريق فلو حصل سوء تفاهم سوء قرارات سوء تفكير بين الطارق حامد والإدارة وجهاز فانية اللي حصل مهما حصل ينفع تلافية ده في رأيه وأعتقد أتصور أنه الزمالك مرحب يعني ممكن تلاقي خلال الساعات القليلة القادمة أو الأيام القليلة القادمة تطور في مفاوضات الزمالك لعودة طارق حامد للفريق طارق على فاكرة عمل موسم رائع جدا مع اتحاد جده الموسم الماضي وكان واحد من ركائز الأسية اللي خلت اتحاد جده يفوز ببطولة الدوري السعودية طيب نكمل مع نادي الزمالك مجلس دارة نادي الزمالك كلف السنائي أمير مرتضى منصور وإحمد حسام ميدو إنهم يعملوا جلسات مفاوضات مع محمد صبحي وإحمد فتوح عشان يجدد لهم قدهم اللي بتنتهي بنهاية الموسم القادم وده صح أو شوف لسه كنت بقول لك هو على قصة يوسف أسامة ويوسف جعفر لسه حالنا هو إن ما تستناش للحظة الأخيرة اللحظة الأخيرة دي دايما صعبة ليه صعبة؟ إن انت بقيت في موقف ضعف لما تين لاعب وهو بينتهي عقده تقول له تعالى بقى نقعد نتفاوض هتليبقى يقول لك إيه أنا عايز زي كده 12 مليون أنا عايز 20 مليون أنا عايز 30 مليون ما هيبقى عنده عروض كتير قوي وبقى أسعار أكبر بكتير ليه؟ أي نادي في العالم بيدور على اللعيبة الفري اللي هي عقدها خلصانة ويديهم مقابل مادي ليهم هما كبير عشان هما مش هيتكلفوا حاجة مش هيدفعوا للأندية بتاعتهم فلوس لأنه مقده فري فابقى زود في العقد بتاعه شوية مش مشكلة فيبقى الموضوع أصعب لك فلازم أنا بقول بديهيات على فكرة وأكيد إدارة نادي الزمالي وإدارة نادي الأهلي وإدارة سموحة وكل الناس عارفين الكلام ده أنا مش بقول برضو كلام يعني عبكري بس بما أننا بنتحط في المواقف دي في كثير من الأندية المصرية بتشوفها بتشوفها في الأهلي وبتشوفها في الزمالي وبتشوف كل الأندية لاعب بيخلص عقده وتبدأ الأندية تقول لا تعالوا نقعد بقى بيبقى متصور أنه اللاعب بمنطق اللي أنتوا عارفينه اللي هو من النادي وبيحبنا ومخلص لنا هيجي في الآخر ويوقع لنا مش هيروح في حتة تانية يا جماعة والله الكلام ده خلص والله خلص وبنقول إنه خلص بقى لنا عشر سنين برضو مفيش حاجة اسمها انتماء إلا نادرا نادرا واحد من ألف واحد من ألف فأنت مش ده من اللي يده يطلع من واحد من ألف فوقع من بدري فده اللي بيعمله الزماليك دلوقتي مع محمد صبحي وإحمد فتوح اللي أقعده ما هتقلص بنهاية الموسم القادر طيب إذا كانت نهاية الزماليك كمان في الساعات اللي فاتت عمد جلسة مع أسوريو عشان يشوفوا طلباته للموسم الجديد مين اللي هيمشي مين اللي هو عايزه للفريق محتاج يضم كم لاعب عشان يبدأوا يتحركوا بسرعة لتدعيم الفريق كان في كلام إنه اللاعب الجزائري المميز أيمان محيوس اللي بيلعب في اتحاد العاصمة الجزائري قريب جدا من نادي الزماليك وفي حقيقة الأمر أن اللاعب قريب أكثر لنادي زد قريب جدا زد دخل في المفاوضات مع اللاعب الجزائري خلال الساعات الماضية وخلاص بقى قريب جدا من انضمام للفريق بالمناسبة زد شغالين على فريق جامد بس زد في رأيي واخدين التجربة اللي هي بتاعة بنا الفريق بالتدريج يعني مش هتلاقوا الفريق كله نجوم صفة أول بس هيبقى فيه تدعيمات بنجوم صفة أول تدعيمات بلعبين خبرات تدعيمات بلعبين شباب انا حب انا المشروع انه انت بتكون فريق تكونه صح مش تجيب مثلا 11 لاعب صفة أول لا في الاول كده هيوقعوك هيبقوا كلهم نجوم هيحسوا انهم اكبر كمان من الفريق لكي انت لازم تعمل تنوع وده اللي بيعملوا اعطاقة زي دلوقتي وشغلين عليهم هنشوف ده نتاجه خلال أيام القادمة نادي الزمالك كمان قبلغ مسؤولي نادي أسوان بعدم تفعيل بند شراء عقد المغربي أحمد بالحاج عارفين احمد بالحاج كان معار لنادي الزمالك بنية الشراء يعني لو الزمالك عايز يشتريه هيشتريه الزمالك اكتفى بالعارة هيكتفى بالعارة ويرجع تاني اللاعب لفريق والاصل فريق أسوان وطبعا زي ما حالكم شايفين احمد بالحاج الزمالك لم يستفد منه تماما تماما خلال فترة العارة ده ده بالنسبة لي احبار نادي الزمالك